يتطلب التنقيب عن البترول الحصول على عقد امتياز وبيعتبر عقد البترول من عقود الانتزام طويلة الأجل والنوعية دي من العقود لها مسميات كتير زي الاتفاقية البترولية أو اتفاقيات التنمية الاقتصادية أو الاتفاقيات شبه الدولية أو عقود الدولة وأخيرا عقد الامتياز البترولي وبتحتفظ الدولة المنتجة بالكلمة العليا في العقد السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد على قناة اقتصاد الطاقة فيديو النهاردة هنتكلم فيه ان شاء الله عن عقود استغلال البترول وتطورها وانواعها وحصة الدولة والشركة الاجنبي وازاي بيتم حال منازعات الاستثمار بينهم خلوكم معايا بيتم استغلال البترول عن طريق عقود اسمها عقود الامتياز لان العقود دي في بدايتها كانت بتتميز بطول مدتها لان حق الامتياز ممكن يوصل لسبعين سنة مع امكانية تمديدها والسبب في ده راجع الى كون الدول المنتجة في اغلبها كان الدول المحتلة من الدول الاستعمارية اللي بتنتمي اليها شركات البترول وبالتالي كانت الدول المنتجة مع دومة الاراضة او تحت ضغط ده غير ان الدول المنتجة في الوقت ده كانت بتعيش ضعف اقتصادي مع عدم تقديرها لاهمية سروتها البترولية وبتعتبر عقود الامتياز البترولية هي الوسيلة القانونية اللي اتاحت امكانية تطوير الصناعة البترولية وفيه تلات انواع من العقود لاستغلال البترول اول نوع من العقود عقد الخدمات او من استعمل عقد الخدمات دولة المكسيك اللي اسست الشركة الوطنية للبترول بيمكس وده كان خلال سنة 1950 ولجأت الى عقود الخدمات لمباشرة عمليات انتاج البترول مع الشركات الامريكية واتمثل العقد ده في جعل الشركة الاجنبية مجرد مقاول يعمل لحساب الدولة بحيث الشركة تقوم بعمليات البحث والتنقيب والانتاج لكن لو ملقيتش بترول تبقى خسرت الشركة نفقات البحث والتنقيب اما بقى لو لقت بترول بكميات كافية لاستخدال التجاري فبتكون نفقتها عبارة عن قرد للدولة المنتجة وتبقى الدولة ملزمة بتسديده ده غير ان الشركة الاجنبية تقدر تشتري نسبة من البترول بأسعار خاصة النوع التاني من العقود نظام منصفة الارباح بعد الحرب العالمية التانية بدأت بعض الدول المنتجة البترول في فرض ضريبة على الشركات الاجنبية بتتمثل في 50% من الارباح واول دولة منتجة قامت بداية كانت في نزولة سنة 1948 وعد كده انتشر النوع ده من العقود في كل من المملكة العربية السعودية والكويت والعلاق وايران يعتبر عام 1950 نقطة التحول في التطور المالي لامتيازات البترولية بسبب اتفاق مملكة العربية السعودية وشركة ارامكو اللي ادخل للشرق الاوسط مفهوم المشاركة في الارباح بين الدولة المنتجة والشركة الاجنبية ساعدت النوعية ده من العقود على خفض سيطرات الشركات الاجنبية على اسعار خامل بترول لكن اهم المشكلات اللي وجدت العقد ده الاتاوة اللي بتحصل عليها الدولة المنتجة من الشركة الاجنبية لان الدولة المنتجة كانت عايزة تخرج الاتاوة المدفوعة من ال 50% لان الشركات الاجنبية اتنى سيكت باعتبار الاتاوات المدفوعة للحكومات تدخل ضمن حصة الحكومة ويتم خصبها من نسبة ال 50% اللي بتحصل عليها الدولة النوع التالي من العقود هو عقد المشاركة كانت الشركات الأجنبية بتحتكل البحث عن البترول وإنتاجه ونقله وتكريره وتسويقه من غير ما تدي أي فرصة للدول المنتجة في مشاركتها في استغلال سروتها لكن ظهور بعض الشركات البترولية الأجنبية المستقلة زي الشركة الوطنية الإيطالية إيني وشركة فرنسية إيرب وتقدمها بعروض أفضل بحيث ضمنت للدول المنتجة مشاركتها في الإنتاج أدى إلى لجوء الحكومات إلى إصدار قوانين كان أولها قانون البترولي الإيراني سنة 57 اللي جعل الشركة الوطنية الإيرانية تمتلك 30% على الأقل من رأس مال الشركة الأجنبية المستثمرة ويتم ده عن طريق إنشاء شركة مختلطة تجمع الدولة المنتجة والشركة الأجنبية وحرصت الشركات الأجنبية على قبول نظام المشاركة خف من التأميم والعمل في مناخ من الاستقرار داخل الدولة المنتجة باعتبارها شريك وانتهاء نظام الامتياز الاحتكاري للشركات الأجنبية طباط الحكومة المصرية النظام المشاركة من خلال منح الهيئة المصرية العامة للبترول حق مشاركة الشركات البترولية الأجنبية بالنسبة 50% وده من خلال تأسيس شركة بترولية تعمل بالنيابة عن الطرفين المتعقدين لاستغلال البترول بعد اكتشافه بكميات تجارية وتكون عضوية مجلس الإدارة متساوية ويتولى رئيس مجلس الإدارة عضو وطني ويتولى الإدارة التنفيذية مدير أجنبي تم إبرام أول عقد مشروع مشترك بين شركة البترول المصرية الدولية اللي بتمتلك الشركيين الإيطالية معظم أسهمها كطرف أول وشركتين مصريتين هما الجمعية التعاونية المصرية للبترول والهيئة العامة للبترول كطرف تاني وده كان في سنة 57 وكان اسم المشروع الشركة المصرية الشرقية للبترول والتم منحها حق استغلال حكول البلعيم في شبه كسيرة سيناء اللي إن مصر عدلت من شروط النوعية دي من العقود بعد كده وكان من ضمن التعديلات إنها أضافت ميزات لصارح الشركة الأجنبي زي إن الشركة الأجنبي يستردد كل التكاليف الخاصة بعمليات البحث والاستكشاف في خلال الفترة من الأربع لخمس سنين وممكن يستردد التكاليف دي كمان في صورة بترول حوالي 40% من قيمة الأبار المكتشفة بتظهر هنا خطورة استرداد الشركة الأجنبي الجزء من نفقات البحث والاستكشاف في صورة بترول مع انخفاض أسعاره العالمية وده معناه حصول الشركاء الأجانب على كميات كبيرة من البترول وده هيؤثر بدون شك على حجم الاحتياط المتاح من البترول نيجي بقى نشوف عقود البحث عن الغاز الطبيعي ادخل أول تعديل على عقود المشاركة الخاصة بالغاز الطبيعي عام 1987 بحيث أصبح الغاز يعامل معاملة البترول فيما يخص استرداد الشركة الأجنبي لكافة النفقات مضاف إليه حصة يتفق عليها مما يتبقى بعد النفقات يعني في الأول كده بيحصل الشركة الأجنبي على 40% من الغاز المكتشف لاسترداد التكاليف وبعد كده يتفق مع الدولة على نصيبه في 60% الباقي وبسبب صعوبة تصدير حصة الشركة الأجنبي لارتفاع تكاليف إنشاء خطوط أنابيب لنقل الغاز أو تسييله وتصديره بيلتزم الجنب المصري بشراء حصة الشركة الأجنبي بالكامل حتى لو كانش في حاجة إليها وده أحد العوامل اللي دفعت الدولة للتوسع في سياسة إحلال الغاز الطبيعي محل المنتجات البترولية وتم تعديل اتفاقيات البحث عن الغاز في عام 94 بحيث تم ربط سعر الغاز بسعر البترول وسهم التعديل ده في ارتفاع السعر اللي بتشتري به مصر نصيب الشركاء الأجانب وأصبح السعر الجديد بيعادل تقريبا سعر الغاز تسليم أوروبا بعد إقسالته ونقله إليها لما بيحصل مشكلة بقى بين الدولة والشركة الأجنبي بيتم الالتجاء إلى التحكيم على أساس إن وسيلة ودية لفضل منازعات الاستثمار بين الدول وبين المستثمرين الأجانب الحقيقة بيخلو قانون التحكيم المصري من النص على مسألة القانون الخاضع له اتفاق التحكيم وبيتم تطبيق مادة الإرادة المستقلة في تحديد القانون الخاضع له اتفاق التحكيم يعني ممكن يكون القانون الأمريكي أو الفرنسي أو السويسري حسب ما الدولة والمستثمر الأجنبي يتفقوا وغالبا ببنخسر دعوة التحكيم لعدم الخبرة القانونية بكواعد التحكيم في قوانين الدول دي لو حبيت تعرف أكتر عن موضوع النهاردة اللي هو عن عقود استغلال البترول وتطورها تقدر ترجع لكتابي اقتصاديات الصروة البترولية والمنشورة على أمازون هسيب لك الرابط تحت لا تنساش تعمل اشتراك للقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد شكرا للمشاهدة وإلى أن نلتقي في فيديو جديد وموضوع جديد شكرا للمشاهدة